طيب بمناسبة للمدرب منتخب مصر الكلام اللي بيحصل دلوقتي في اتحاد الكورة كله زائق على كالوس كيروش مرة أخرى حتى هذه اللحظة في أسماء طبعا قدام اتحاد الكورة قدام الكابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات تحديدا وكمان اللي هو حلمي مشهور له دور كبير كمان في موضوع كالوس كيروش انه بيحاول يقنع الراجل انه يرجع من خلال الكابتن حازم إمام اتحاد الكورة بيحاول يدي عارف انت اللي هو ايه بيدي خدمات لكالوس كيروش عشان يوافق يرجع تاني بيدي له شوية حاجات كده ايه حلوة زيادة عشان يقول طيب انا هرجع تاني ومعنديش اي مشاكل منها انه هيختار بنفسه او يشارك في اختيار المدير الفني للمنتخب الأولمبي تعرفي اتحاد الكورة كان اعلى ان المدير الفني للمنتخب الأولمبي هيكون اجنبي ودي فكرة اعتقد وانا مغمض فكرة الكابتن حازم إمام ومعنديش معلومة ومعنديش معلومة بس احسبها وفكر فيها الراجل حازم إمام اللي لقب في أوروبا الراجل اللي فاهم كورة اللي اسطورة واللعب الكبير عارف ان المدير الفني للمنتخب الأول محتاج مدير فني للمنتخبات اللي تحتية أولمبي والشباب بيلعبوا شبهه بيلعبوا زيه عندهم أفكاره يعرف يوصل لهم أفكاره فالمنتخبات كلها كده عارف بالبلد يلزق في بعض كله شبه بعض مش واحد بيلعب 3-5-2 والتاني بيلعب 4-3-3 والتاني بيلعب 3-4-2 والتاني وده بيلعب بلعبين ممكن لا يصلحوا للمنتخب الأول في المستبل لبعض المشاكل بس هو عايز يعيبهم عشان هو منتخب الشيء هو منتخب الأول هو له حرية الرأي ويجي الرجل بتاع المنتخب الأول بعد كما عافش يستفيد منه يعني فيه تفصيلة كده في المنتخبات الكبيرة في أي حتة في الدنيا بيعملوها إنه يبقى المدير الفني المنتخب الأول متابع المنتخب الأولمبي متابع منتخب الشباب مش متابعهم يفرج عليهم متابع شغلهم يبقى نفس الأسلوب ونفس الطريقة